لكن خلينا في الأول نواجهها في البداية من خلال مقالي ومقاله المطالب المشروعة والحركات الممنوعة أما المطالب المشروعة فقدمها النادي الأهلي للكاف ست مطالبها أقولها لكم الخدمات الممنوعة والحركات المكشوفة أوي هيكلمكم عنها الموانس عدلي لا يعني عايز أقول ما فيش طلب واحد من اللي طلبوا النادي الأهلي له علاقة بأي نوع من الاتهام أو توجيه اللوم إلى الأشقاء في المغرب كلها طلبات مطلوبة عشان تحقق أولا الشفافية والعدالة وتجنب حدوث أي مجال لحدوث مشاكل فإحنا علاقتنا بالمغرب بشكل عام وأعتقد أن من أقرب الناس إلينا العزيز عزيز بودوربالة صحيح والراجل يا ما جبناه هنا وودادي نجم الوداد كمانا فالوداد يعني دا متسمى الوداد على أم كلسوم في الفيلم في المكلسوم إذن هناك علاقات حميمة بيننا وبين الأشقاء في المغرب هي دي اللي تمنا وهي دي اللي لازم نحتفظ بيها ولكن نتنافس وكل وعد عايز يحقق لنفسه تاريخ ومجد مؤكد مين قال أن تحقيق البطولات لازم ننظر الخلاف والصدام ولكن نبذل غاية الجهد بذلك الأشقاء الأحباء في المغرب ما تاخدوش الموضوع أنه بين الأهل وبين أي حد منكم بالعكس إحنا بنكلم على فكرة كان الأهل يتوقع لو الموضوع معكوس كل هذه الإجراءات من الجانب المغربي وكان حيبقى طبيعي طبعا أنه حيطلب أرض محايدة حيطلب الحق في الجمهير وحيطلب الحماية أثناء وقبل وبعد المباراة وحيطلب طبيعي أصل دي إذا ما طلبهاش أي نادي يبقى مقصر في حقوقه صحيح لكن مش معنى كده أن أنا بيني وبينك مشكلة أنا بيني وبينك مباراة إذا توقت فيها في إطار الروح الرياضية وفي إطار الحفاظ على العلاقات وبعضينا لا أحنقول لك ألف مبروك وأنا توقع منك المثل وأعتقد النموذج اللي يدرس اللي كان بيننا بين وفاق ستيف صحيح يعني الناس اللي حاولت تلعب على نغمة مشاكل قديمة لم يلتفت إليها الكبار لا في الجزائر ولا في مصر عايزين نفس الشيء مع كل أشقاءنا فيه تحديداً الشمال الإفريقي في حساسيات نتيجة المنافسة ولكن الود يجب أن يفوز في النهاية وتسود الروح الرياضية ده كلام حكيم جداً ومهم لكن هي المطالب كانت يا جماعة المطالب اللي الأهل يقدمها للاتحاد الأفريقي وتاني للاتحاد الأفريقي مش مطلوبة من الجانب المغريبي الشقيق لأن أنا قالت الحياة أكتر من مقال لزملة في الصحف والمواقع المغربية أنه فهموا أن المسألة الأهل بيحدد لنا 72 ساعة عشان نرد عليه وعلى استفارة أن ترد على الأهل خلال 72 ساعة الأمر مش كده خالص وأرجو أنه يكون دواصل للأشقاء في المغرب وأنا عارف أنهم بيتابعونا كويس قوي يعني كما الأمر كان موجه للاتحاد الأفريقي هو المنظم للمباراة للأهل خاطب استفارة المغربية ولا الأهل الطلب من السلطات المغربية مهلة 72 ساعة عشان ترد ولا بعت لأي جهة مغربية أي مطالب لأنه مش معنيه بالتنظيم هو المباراة في ملعب الاتحاد الأفريقي قال أنه أنا اخترت ملعب محاول تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الأفريقي فهو المسؤول هو المنظم فاللي بيخاطب الاتحاد الأفريقي المطالب كانت لأنه لو الأخوة في المغرب أروها تاني معنا هيدركوا أنه الحساسية اللي استقبلوا بيها المطالب وقاروا بيها بيان الآلي كانت الحياة مبالغ فيها شوية وربما من تأثير محاولات البعض إقاع الفتنة وإصارة الأزمة الآلي قال أن المطلب الأول المطالبة بتحديد معايير خاصة بإقامة المباراة النهية لدور الأبطال منها تحديد ساعة الإستاذ اللي حتقام عليه قلوا لي الملعب ساعته كام وتخصيص نسبة 50% من هذه الساعة لجمهير الأهلي لأنك أنت بتقول ده ملعب محايد مش ملعب الوداد لوحده لإرساء العدلة بين طرفي اللقاء وإن الآلي سوف يقوم بسداد كامل التذاكر أنا برضو مش هحملك لود اديني نصف ساعة الإستاذ كطرف مباشر في المباراة وحتفى اعتمن التذاكر وفقا للأسعار اللي انت بتعلنها في كل الفئات والتنين المطالبة بضرورة أن تقتصر المدرجات المخصصة للنادي الآلي اللي هي نصف ساعة الإستاذ على الجمهيره فقط عشان منعا لأي اشتباكات ولا احتكاكات ولا أي مشاكل ادينه النص وخده النص بس وأن يقوم الكاف بالتأكيد والإلتزام للجهات المسؤولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك الطرف اللي بين الاثنين المتنفسين الاتحاد الأفريقي المنظم التلاتة المطالبة بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهل وجمهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة والتأكيد على قيام اعتقد النقطة دي بالذات اكتر ناس هتوب حديث عليها الجانب المغربي والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوصة عليها في لواحي الاتحادين الإفريقي والدولي والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب والرابع المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الآلة على تأشيرات السفر وعدد نصف ساعة الإستادر الذي ستقوم عليه المباراة والأخذ في الحزبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر دي مطالبة للاتحاد الإفريقي وليها سبب السابق الرئيس احنا لسا بنقول ايه تكليف شركة كذا وشركة كذا أو تفاوضهم انهم مسؤولين عن العملية دي ما انا مش هقدر أكلفهم إذا كنت عندي الإجابات اللي انت طلبتها من الاتحاد الإفريقي هقدر أجيب التأشيرات وحقدر أخذ الجماهير وحتقبل إن أنا تديني نصف ساعة عشان أقدر أخطط لسفرات مريحة تحت السيطرة فده ما تسألة ونبي بصولة من الزاوية دي يا جماعة والله العظيمة بيننا وبين بعض أي مشاكل بإذن الله شكرا